بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى اللي تشوف هاد الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر الناس اللي تدعموا هاد القناة من بعيد ومن قريب تنقول لكم شكرا جزيلا الناس القدام وجداد تنقول لكم مرحبا بكم في هاد القناة الربانية قناة الرحمانية اللي كلها حب وماودة تواعدكم غادي نعطيكم واحد تحصين دي الباب باش تكملوا التحصين اللي تيكون مع هديك القراءة اللي حطيت دي الباب اليوم جمت لكم تحصين البيت تحصين البيت مع أسماء الحسنة دي الرزق اللي باش ربي يبسط لكم الرزق تحصين للبيت ومعه أسماء دي الرزق اللي غادي تفاعلوا ويعطوكم واحد الرزق في البيت وغادي إن شاء الله تخلصوا الديون غادي تحصوا بالراحة والسكينة لاش حطيناها التحصين هدي الصورة اللي غادي نديرها من وراها هدي تيكونوا بحالكة عندهم علاقة عندهم علاقة غادي نديروا لها علي الصلاة والسلام صلوا معايا على الرسول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد إن شاء الله تكونوا مفتاح الفرج إن شاء الله سبب الخير تدخلوا هالتحصين ويكون عندكم خير وبركة في البيت ديلكم كل من هو جديد نجيب لكم إن شاء الله ويكون لكم معاون ومعين غادي ناخد قلم أسود نكون على وضوء نكون على وضوء من بغي نكتب شي نكتب شي آية قرآنية أو نكتب شي حاجة نكون على وضوء نكون قبل القبلة صليت ركعتين استغفض صليت على الرسول ونقول ناخد قلم ديلي أو هذا قلم أسود وغادي ناخد ورقة بيضاء ناخد ورقة بيضاء بحلكة ونبدأ أنه بدا نكتب كما بديت أنا وغادي إن شاء الله غادي ناخد هالكتبة اللي عطيتكم وأنا نشرحها لكم إن شاء الله بحول الله وقوتيه وغايكون عندكم حسن حصين بإذن الله الواحد القهار بالنسبة للناس اللي عندهم طاقة سلبية في البيت ما تتكونش عندهم الراحة والسكينة الناس اللي زيتكون عندهم مشاكل تتكلم واحد تنوض المشاكل المرأة والراجل ما تتقوش بعضياتهم تكون عندهم واحد شحناء ديما مع الأولاد ديالهم المشاكل قلت الفلوس الراحة ما كينش في الدار أو يجي عندك شي شخص معين يخلي لك طاقة سلبية يخرج الشخص ينوض المشاكل يخرج الإنسان من عندك ينوض المشاكل والمصدع لأنه خلى طاقة سلبية لأنه داخل دياله ما جيش بالراحة أو جي بنيتو كيما نقولو احنا جي عندو أهداف إما الشر إما بعض الناس تيقرؤوا السحر بالعينين ديالهم كين السحر كين السحر اللي تيقرؤوا بعينيهم السحر الأعين وتيبقوا باركين وأنهم تيقرؤوا قراءة يخليوا لكم طاقة سلبية كين بعض الأشخاص تكونوا حاقدين الحاقد ديالهم تيكون توقف الحال وليكون عندك حال يتوقف لأنه تتسمى ذك حسد تدخل الشيطان الحسد للبيت إذا نحنا بش غنحص نوريوسنا من هاد المساهات في الحياة لابد خصنا نحص نوريوسنا الحاقدين والحاسدين والباغدين والشامتين كين بعض الأحيان الناس توقع لك شي مصيبة أو مشكلة أو شي تتشمتوا أنهم تيبغيوا لك هذه الحاجة تيبغيوا أنهم أنك تدوق لمرار وأنك تكون في محنة ربي لابد غادي يفرج الأمور غادي ناخد ناخد هاد حيدو هادي عندما شوفوا باعي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نقول أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من دا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم من وصل ولا يؤود حفظهما ولا يؤود حفظهما غادي نقولها سبعات المرات لا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم أنحبس هنا أنقول يا الله 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 سبعات المرات سبعات المرات سوف نضع قطعة مسك سوف نضع قطعة مسك سوف نضع قطعة مسك ونحاول ان هاد الاذكار ندكرهم ديما هاد الاذكار ديما غد انقل نقولهم هاد قطعة سبس سكون صغيرة لان انا درسها كبيرة انا نحاول انني نوضع حلوكا ندير هاكا نحكو او ندير لي هادا حطوه قطعة ميسك هاكا وندير ونسدو مزيان باش يتسدليه مزيان ونخلي الحجاب هنا يا هنا اللور ديال الصورة هنا اللور ديال الصورة ندير لي سكوتش ونعلقو وراء الصورة نعلقو وراء الصورة في الصالون في الصالون اللي ستكون ديال الناس اللي ستغلسو فيه ونحط فيه هاد 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 الحجاب هدا ماشي حجاب هدا حصن حصين لغادي منعك من اي ادا في البيت يكونوا تشياطي الانس والجن ما غاديش يبقاوا ان شاء الله بحول الله وقوته اذا هاد الصورة صالحة انك تعلقا في البيت ودير معها الحجاب لوريتكم ان شاء الله اذا احبابي في الله حاولوا انكم اديروها هادو را تتباعو تتباعو واحد تمن غير غالين نشري واحدة نديرها في الصالون ونحاول انني نوضعها ندير ليها لسق او للساقة ونديرها وراء الصورة اللي غادي ان شاء الله نديروها امام الباب او في الصالون او وسط البيت مهم يكون حصن حصين وراء الصورة ان اي حاجة دخلت البيت تبطل بإذن الله وتحصن البيت من كل شياطين الانس ولا يكون جايبش انسان جايب لكم سحر او شي حاجة تلقى ديك الصورة ترجع شياطين السحر ميدخلوش للبيت اذا احبابي في الله حاولوا اديروها لانها وصفة رائعة من الوصفات سبحان الله لا تجرب لانها كلام الله وانتم عارفين المقدرة دي الصورة آية الكرسي لها قدر عجيب وسبحان الله لها تحصين لها تحصين علوي ولها تحصين سفلي اذا حاولوا انكم تديروها بإذن الله الواحد قهار ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا تدعم القناة وتفعلوا الجرس تكتبوها نهار الخميس صباحاً خميس مع شروق الشمش مع شروق الشمش او جمعة جمعة مع شروق الشمش هدوما الأوقات الزهرية اللي بنادم تفرح بهم ان شاء الله اذا احبابي او دعموا القناة وفعلوا الجرس اتبنوا عندي بحول الله وقوتيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته